رجعنا من جديد في فير بلاي مكملين حتى للخمسة بعد ما كان معنا السيد سورة بوعطاي ناطق اسمي باسم هلالة الشابة حكينا على اليوم الخبار اللي فقنا عليه الناس لكل امكانية وجود فيروس كورونا لديها ملاعبية هلالة الشابة أيضا فما الشكوك في نادي حملنف ملاعبية من نادي حملنف تقابلوا مع ملاعبية من هلالة الشابة فما الشكوك في نادي حملنف ناخذ أكثر تفاصيل وتوضيحات على الموضوع هيدا هل يوجد الفيروس هيدا عافينا عافيكم الله لديها ملاعبية من نادي حملنف معنا الكوتش شكري خطوي كوتش هلالة بيك مرحبا بيك السلام وطحية كيف مستمعين اكس بريس اف ام وصلوك هاليوم شو نقول ان شاء الله ما ترى بيبقي السطر وان شاء الله الوفد بتاعي لهذا الشابة يكون بخير ان شاء الله قبل كل شي كوتش في الحمد الحقيقي انا تأج لقع تحقق فيهم مع نادي حملنف تقريبا وجهة فريق تغير منذ عاود تكون فوز على السياس وفوز على يتوال موسي اه الحمد لله اهمال ديما بشي قادل الوبجكتيف هو ما انتعال في اخر اه في الزوز مباريات اللي ينزالوا وان شاء الله نكونوا موافقين الكلام باش ان حقوا الوبجكتيف اللي جينا من ناجله هو بقى نادي حملنف في الرابطة الولى وان شاء الله نكونوا بالواجب وان شاء الله نقدروا ربي بانصير واحد بشي قبله ان شاء الله بالتوثيق ليك كوتش وبالتعفيق نادي حملنف بالتوثيق ايضا لكل الاندية اللي تلعب من اجل تفايد النزول ان شاء الله الاجدر هو اللي يبقى في رابطة الاولى دون كوتش وكانت واضحنا شنية الحكاية ولا يوم منك نسمع ما سمعتش باللعبية من حملنف قاد قابله مع اللعبية من الشابة ويمكن فما لا 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 موجودة نحن في تربس مغلق و وتعرف ما نتعمل في تربس مغلق لا يوجد ملعبية اللي تخرج في تربس مغلق هنا ولا في مكان اخر هذه الحكاية ليست موجودة اللي يجبين كله بخير وقتش خطوا في استاج سياسية شكري نحن عمنا توا يوميا من خبل يوميا مستخلنا ومسار حتى يناجم يكون قبل استاج قبل استاج فيهن نحن معتخذينا في مشينا نار سنين عبر التائرة مصارش ما تقابلوش ملعبية اللي للشابة ونادي حملنف مع بعضهم بالكل واضح وكنا موجودين في تربس وناس كل المعنتهم موجودة في تربس ما كانش سما خروج ما كانش سما واحد مكان حتى سما التقاب بين لعيبيه اللي للشابة ولعبية حماملوم فوصيلك هزيون باش نقولوا شاء الله مع انت يبقي السطر على كافة الوفد انتعاي للشابة شاء الله ربي يبقي السطر ويبعد علينا البيروس هدايا لكل الشعب تونسي ان شاء الله هاتيك الساحة كوت ورحتنا واكيد وضحت لحبين نادي حماملوم في اليومكن خلاج شوية لخبار اليوم في بعض مريقات تواصل الاجتراع نوضح لهم ونتمن عائلاتهم ونتمنس كل اللي مكان سما حتى التقاب بين اي لاعب من نادي حماملوم ولاعب من سليمان لاعب حماملوم في تربس حتى الفندق اللي موجودين فيه في جرجيس حتى الحرة فيه ما في شي وحدنا ومكان سما حتى لاعب اللي غادر مقر تربس وكان لاعب غادر مقر تربس بطير راني خطله كمال بطير حماملوم واضح حياتك الساحة شكرا لك كوتش وبالتوفيق ان شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك عن ناس الكلب لا خطر ما اترفت بيهم انا اخذك من بكري شكرا لك يحمي تونس يا عايش كوتش شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله في بقية المقابلات بعد شكرا لك يكون معنا احمد التونسي المحامل اللي رفع دعوة قضائية للاستكمال مساري الانتخابي في الناجل الافريقي يطلب حق ردع الكلام اللي قالوا انيس بن ميمو يوضح موقفهم